أهلا بكم من جديد أعلن رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية مهدي مير أشرفي أن العراق الجاء بالمرتبة الثانية كأكبر مستورد لسلع الإيرانية خلال عشرة أشهر وقال أشرفي أن حجم التجارة الخارجية للبلاد سجل نحو 6.3 مليار دولار في عشرة شهور للفترة من مارس آذار 2020 وحتى يناير كانون الثاني من العام الحالي مسجلة منحا تصعودي رغم الحضرة وأضاف أشرفي أن الصين تصدرت الدول باستيراد للسلع الإيرانية بقيمة 7.2 مليار دولار تلاها العراق ب6.3 مليار دولار ومن ثم تواليا كل من الإمارات وتركيا وأفغانستان مبينا أن الدول الخمس المذكورة استوردت مجتمعة 69 مليون ونصف من السلع الإيرانية بقيمة 21 مليار و300 مليون دولار ويعتمد العراق على معظم استيراده من السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران وبنسب أقل من دول الخريج العربي ترجمة نانسي قنقر